دكتور مراد بدي أسمح وجهة نظرك بما ذكره دكتور أيمن يعني فيه أكثر من موضوع إدارة السير كانت تشكي دوار السابع كان يشهد أزمة رهيبة وأحجام مرورية ضخمة فالإشارة ضوئية حلت جزء من هذه الأزمة يا سيدي يعني أنا بستغرب بداية أنه نحصر الحياة العمانيين خلينا نحكي وحياة المواطنين بشكل عام في السيارة وفي الطرقات معظمنا تقريبا عايش نشأة وتطور عمان يعني عمان هي مدينة حقيقة ربما تكون من قلائل المدن في العالم اللي جيل واحد تقريبا عايش أو جيلين بالأكثر عايش تطورها من لما بلشت من جم المدرج الروماني ثم بلشت بالتوسع وكنا نذكر إحنا أول دوار نروح له إحنا شباب صغار كان اسمه دوار مكسيم في جبل حسين واللي اسمه الآن طبعا باسم الشهيد فراس العجلوني مفهوم الدوار أو مفهوم المكان العام بشكل عام للناس بديش أحكي للمتخصصين في التخطيط الحضري والمهندسين منهم للناس أهم شيء هو المكان اللي انت بتربى فيه بيكبر معاك والليه بيخدمك حقيقة في التنقل إلى العمل وعودة ولكن أيضا يخدمك في ساعات المساء بحيث انك تستطيع انك تطلع تتمشى فيه تروح وتيجي وأنه هذا بيخلق ما اسمه ذاكرة المكان عند الإنسان ذاكرة المكان عند الإنسان العماني بشكل عام والإنسان الأردني عمان عزيز وغالي علينا فلا أعتقد أنه نحصر النقاش بما يتفضل فيه دكتور أيمن وأنا بأعتقد أنه كلامه من ناحية تقنية كله صحيح ما نختلف فيه أنه فيه ساعات انتظار أو دقائق انتظار طويلة ولكنه يعني قبل ما أدخل في تفصيلة الدوار السابع بحب أني أكد على أنه من الظلم أنه نتحدث عن مدينة مدينة بدنا نعيش فيها بدنا نكبر فيها بدنا نورتها لأطفالنا أو لأحفادنا أنه نتحدث عنها بهذا الظلم حقيقة إحنا بنظلمها لما نقول هي عبارة عن إسفلت وهي عبارة عن إشارات ضوئية الإنسان وذاكرة المكان اللي بتكبر معاه أنه تيجي تهدم هذا الدوار بدون استشارة هذا الإنسان وأنك تهدم صرح ثقافي كان شيء جديد بالنسبة لنا نحن الأردنيين أن نرى مثل هذه التمثيل مثل هذه القونات موجودة في الأماكن العامة على الرغم من أنه البعض قد يستغربها ما بيفهمها ولكن هذه التقافي جديدة علينا ولكن بدنا نحكي أنه الفضل بعود لأمانة عمان مرة أخرى أنه خلقت مثل هذه الأماكن العامة وخاصة المحور الذي يمتد من الدوار الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع فالثامن وحقيقة كلها دواوير إحنا في عمان ما عندنا نهر إحنا في عمان ما عندنا بحر إحنا في عمان عندنا طوبغرافية هذه الطوبغرافية اللي بتميزها وبتعطيها identity بمعنى تعطيها نوع من الروح المميزة اللي امتازت فيها عمان ليش بيجونا يعني بعدين إذا سمحتين اللي بكمل الفكرة شكرا